لتسهيل البحث في برنامج إكسل يمكنك وضع الطريقة التالية بحيث عندما تكتب الاسم في هذه الخانة يقوم برنامج إكسل بتلوين السطر الذي يحوي هذا الاسم للاستفادة من هذه الخاصية تابع معي الطريق أولا نقوم بتضليل كامل الجدول ثم نضغط على Conditional Formatting New Rule ثم نضغط على آخر اختيار ثم نضع المؤشر في هذا المكان ونبدأ بكتابة الدالة نكتب يساوي And ثم نفتح قوس نكتب Ease Number ثم نفتح قوس ثم نكتب Dala Search ثم نفتح قوس ثم نقوم بتضليل الخانة التي نريد أن نكتب فيها هذا الاسم ثم نكتب فاصلة ثم نقوم بتضليل أول خانة خاصة بالاسم ثم نضغط على F4 ثلاثة مرات حتى تصبح علامة الدولار مكتوبة في الأول ثم نغلق قوس الخاص بالدالة الأولى والثانية بهذا الشكل ثم نكتب فاصلة ثم نضلل الخانة الخاصة بالبحث ثم نكتب علامة أصغر وعلامة أكبر ثم نكتب Cotation Mark مرتين ثم نغلق قوس ثم اضغط على Format واختر اللون الذي تريده سأختار هذا اللون ثم نضغط OK أوكي الآن عندما نكتب الاسم في هذا المكان سيقوم برنامج Excel بتلوين السطر الذي يحوي هذا الاسم ترجمة نانسي قنقر